نحضر معكم اليوم مني تارت بالفواكه كي يأتي ورائعين الداد بكريمة لديدة وبعجين ناجح وشيش ومقرمش في نفس الوقت أول حاجة نحضر العجين كي نحتاجه فيه جوش كؤوس ديال الدقيق الأبيض أي دقيق الفورس يكون نوعية جيدة من الأحسن ملاقة كبيرة ديال السكر غلاسي ورشة الملح وكيس ديال السكر الفانيلا باش نسمه العجين وعندي 125 قرام ديال الزبدة ديال التوريق دروري انكم تستعملوا الزبدة ديال المارغارين للتوريق هناك نحكو الزبدة في الحكا كرقيقة ومبعد غادي ندوز عندنا نرمل في العجين دروري بنات او انكم ترملوا العجين في الأول باش ينجحوا معاكم الطرد دروري من هاد المرحلة كترملوا بالأطرف ديال الأصابيع ديالكم كتبقوا تخدموا العجين بها التاريقة بحال كيف ما كتخدموا كسكسو احتكت كي ولي عندكم واحد الخالات اللي لشكل رملها من بعد البنات كتضيفوا حد أصفرت البيضاء وغا نضيفوا حد الملعقة كبيرة ديال الحليب هي باش غا نجمع العجين العجين البنات ما كيتدلكش ديال اللي طارت غير كيتجمع من بعد ما كتجمعوا العجين ديالكم كتوضعوا في تلاجة تقريبا ساعة دروري انكم توضعوا العجين ديالكم على الأقل ساعة البنات في تلاجة عادة تخدموه بيه هذا هو السير ديال النجاح دياله ستبعوا معي البنات الطريقة وإن شاء الله غا نجحوا معاكم غا نجحوا على وحد العجين كي يجي رائع مرملة البنات كي يدوب في الفم ومقرمش في نص الوقت كي يجي وحد العجين ديال صابلي اللي رائع هنا البنات من بعد ما ارتح ليه وحد ساعة غا ناخدوا العجين ديالنا غا نخليوه بعدها يطلقوا حط لصد دقائق عدد تخدموه بيه هالبنات مش مبداش يتفرسط ليكم من بعد هالبنات غا نديرو ما بين جوج اوراق او جوج بلاستيكات كي يبقى ليكم الاختيار وكتبدو تسرحو فيه بالمدلك بها الطريقة ما تترققوش هالبنات العجين حيث مازال غا دي تسرحو في المول هنا البنات غا دين ناخد مول لي كيكون صغير في الحجم إلا بويتوا تستعملوا مول كبير كتستعملوه هنا البنات انا قررت ندير معكم نيتارت لي كيكون صغير في الحجم هنا غا دين قطعوا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوه غا دين ناخد كل قطعة غا دين وضعه في المول وغا نبدأ نسرح بهالطريقة العجين البنات اللي كيشت لكم كتجمعوه غي كتجمعوه وكتوضعوه في بلاستيك غدائي ومباد كتسرحوه بنفس الطريقة هنا اي عجين كيشت لكم البنات كتجمعوه وقديروه في بلاستيك غدائي بنفس الطريقة غا دين نكملوه حتى كنسرحك على العجين اللي عندي هنا من بعد ما مدرتوهم في المول غا دين دا نشكلتو قوب في العجين ارواي البنات انكم تقلوا العجين في الاول باش ما يتنفخش معاكم هنا انا تقلتوه بالحمص ومباد غا دين دخلوهم الفرن اللي كيكون سخون كنقص عليهم الحرارة ل180 درجة وكنخليهم يطبعوه لها خاطرهم حتى كيتحمروا لي انا كنخليهم البنات اتحمروا حتى كي يجيوزوينين في الماداق هنا غا دين دوز نصوب الكريمة اللي كنحتاج فيها ثلاثة معا القبار ديال الكريم باتيسري ثلاثة معا القبار ديال السكر الساني دا واحد الكيز ديال سكر الفانيلا ونصف لتر ديال الحليب في الاول كندير شوية ديال الحليب كنخلط المكونات ديالي حتى كي يدوبو من بعد كنضيف الكيمية اللي بقتل ديال الحليب وكننضعوه لانالكة كونسطة مع التحريك ديال الياغورت ديال بيرلي او كتستعملو اي ياغورت متواجد عندكم باي انكها بغيتو ومباشر البنات كنخلي الكريمة فوق سابلي كيف ما كتشوفو معايا هنا غادي نخليهم تقريبا واحد نصف ساعة حتى كنحس ان الكريمة ديالي اه تماسكات ما كندخلو مش تلاجه البنات غاي كنخليوهم في سطح العمل حتى كتبرد لي وحد الكريمة شوية كتدفى من بعد كندنزين فيهم تزيين البنات كيبقى اختياري مو يمكن تزيينو باي فاكهة متواجدة عندكم وبطريقة ديالكم انا غا نعطيكم غي افكار وانتو ما كتزيدو من عندكم او غا نقول لكم البنات كنتمنى ان هاد الفيديو ينال اعجاب ديالكم ويلا يجبكم مس بخلوش يديا بجام وكمنتر زوي اللي كيحفزني انا نعطيكم فيديوهات اكثر هنا البنات غادي تدهنو ليطارت ديالكم بشوية ديال نباج باش الفواكه ما تكسدش الى وضعتوهم في تلاجه او غادي تقدموهم او غا نقول لكم بسحة والراحة الى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة